السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمديز الاتيبيس عن السادس الطب واليوم بإذن الله رح نشرح محاضرة drug used in scheme card disease بسم الله وبركة الله نبدأ طيب ايش ال learning outcome اللي حنتكلم عنها اللي هي drug group used in treatment of scheme card disease والtherapeutic uses والadverse reaction والdrug interaction ليش للdrug group اللي هي ال nitrate وال beta blocker وال calcium channel blocker طيب قبل ما نروح من السلايدة هذي في حاجة حابة بوضحها اللي هو ال adverse reaction الاسم الآخر لها adverse effect او adverse drug reaction كلها اسم لحاجة واحدة طيب ال adverse effect بيختلف طبعا على side effect ما هي نفس الشي اللي اسمعتها فإيش الفرق؟ الجدول هذا يوضح لكم إيش الفرق فممكن تقرؤه لكن حيشرح في حاجة واحدة هنا انه side effect مع ايو side effect قد يكون therapeutic or and harmful فممكن يكون حاجة كويسة وممكن يكون حاجة ضارة على اكس ال adverse effect هي دائما حاجة ضارة ما بنستفيد منها بالاكس حاجة ضارة طيب والجدول الثاني تقدرون تقرؤونه تمام؟ طيب حضر بكم مثال على side effect و trace effect لدوة واحد المثال هذا خدتم من دكتور عبد المتعال كان بيقول إيش كان بيقول ال Aspirin مثال على ال Aspirin شخص أخذه كأن الجي سيا تمام؟ ف كside effect حقته او يعملها اللي هو ايش thinning of blood فيزود سيولة الدم ممكن هذي السايد افكت اللي هي سيولة الدم نستخدمها المريض الثاني مثل نفس المحاضرة هذي اللي هو ischemic heart disease فنستخدم انه حنا ال Aspirin في ischemic heart disease كإيش؟ كأنتي بليتليت عشان يسوي لي thinning of blood عشان ما يعمل لي ايش كلوت و يسده للشريع فهذا السايد افكت صار مفيد في مريض ثاني عنده ischemic heart disease تمام؟ فقد يكون harmful or beneficial harmful كيف؟ لو زود لي سيولة الدم زيادة سيزود لي زود لي ويمكن ينزف المريض فالآن ispirin عنده ايش side effect ممكن ايش الآن thinning of blood ممكن يكون beneficial ويمكن يكون ايش harmful هذي side effect اما قلنا ال aspirin هذي harmful ما تكون beneficial فمثلا نفس الاسبرين الاسبرين ايش بيعمل بيعمل لي renal failure وممكن يعمل لي برضو ايش بيعمل لي ببتك ألثر تمام؟ فمستحيل اني استخدم الاسبرين المريض عشان اعمله renal failure او ببتك ألثر فهذا الفرق بين the adverse effect وال side effect تمام؟ مثال ثاني برضو المتفورمن متفورمن يعمل انوركسيا فيقلل اكل المريض فيعمل لي weight loss فهذا يعتبر هو side effect لانه في حاجة منه مفيدة بيعمل لي weight loss للمريض مثلا المتفورمن يستخدم في الداويتس تمام؟ اللي هو ديبيتس type 2 مثلا بيكون عزنهم زايد وعندهم أوبيسيتي فك side effect انوركسيا فيعمل لي weight loss وهذا حاجة مفيدة للمريض هذا فيكون beneficial او harmful و الفيسيتي يكون harmful هذه النقطة نحبت وضحها طيب نروح لالاوتلين ماذا نتكلم في الاوتلين نتكلم في حاجة نتكلم في الحاجة كيف كيف مالذي وكيلاس و الدراج من الهاتف و النتكلم فيها نتكلم فيها اللي هو نيت ريت و و سوف تتكلم في الوحدة الميكانيزم والتيب والإنديكيشن والسايد افكت والبريكوشن طيب نروح للكيس هذي بيقول أنه واحد خمسة وخمسين سنة عنده هايبرتنشن تباكيوز وعنده سبستيران شست برجر رادياتيك توهز لفت آرم وذيكسيرشن وليفت وذيكس تمام فهذا الكيس تقريبا ايش الدياغنوس حقها طيب ايش التريتميت اللي هياخذه هنعرف فيما بعد وبيقولك انه المريض بعد ما اخذ العلاج تحسن طيب ممتاز نيجي عنده السلايدة هذي اللي هو السلايد سكيميك هارد اسيز تحين الهارت بيطلب اكسيجين ديماند ويحتاج اكسيجين سابلاي تمام فلو كان الاكسيجين ديماند اللي بيطلبها الهارت مساوية للاكسيجين سابلاي فهين عندي ايش بلنس يعني المريض طبيعي ما عنده اي مشكلة لكن لو عندي الاكسيجين ديماند زاد والاكسيجين سابلاي قل فهين ايش يعمل لي يعمل لي اسكيميا اللي هو اسكيميك هارد اسيز طيب الاكسيجين ديماند كيف تزيد بالاشياء اللي هي هنا اذا زاد الهارت ريت اذا زاد الكنتراكتيليتي اذا زاد الافتر لود حل نشرحها تحت اذا زاد الافتر لود برضو هذيش كلها تزود لي الاكسيجين ديماند لان الهارت ريت بيزيد فالقلب بيشتغل كثير والكنتراكتيليتي بتزيد فالقلب بيشتغل كثير فبيحتاج ايش دم يوصله اكثر يحتاج اكسيجين زيادة طيب ايش اللي يزود لي البلد ايش هو البلد سابلاي كيف يجي الاكسيجين سابلاي الاكسيجين سابلاي عن طريق ايش الكرونيري ارتري هو اللي بيغذي الهارت طيب ممتاز نيجي عندي السلايدة هذي هنشرح البريلود والافتر لود ايش هو البريلود ايش هو الافتر لود البريلود بيقول لنا هنا تعريفه هو فوليوم اف بلد انفنتركل ات اند اف دايستول فاختصارا هو تعبئة القلب بالدم عندي نهاية ايش الاند اف دايستول كمية الدب اللي يتعب بالقلب في نهاية الدايستول هو اسمه ايش بريلود تمام طيب الافتر لود ايش هو الافتر لود هو يقول لك amount of pressure that the heart needs to eject the blood during ventricular contraction وهنا التعريف الاخر اللي هو يقول لك resistance left ventricle must overcome to circulate blood باختصار عندنا left ventricle يضخف ايش في الاورتاء ففي resistance في الفيزيلز فلازم الهارت يعطيني pressure اعلى من الاورتاء عشان يضخ الدم فيه فهذا هو الافتر لود فقلنا البريلود هي كمية الدم اللي بتعبيه عند الاند اف دايستول والافتر لود هو كمية الضغط اللي بيعملها او كمية القوة اللي بيعملها القلب عشان يضخ الدم في البلد اللي هو الاورتاء طيب ايش البريلود الاشياء اللي تزود البريلود قلنا الحيبرفوليميا اذا زايد عندي هتزود لي الدم الراجع على القلب اللي بيعبيه الريجارجيتيشن في كارديك فالف مثلا الفارف اللي هنا في الهارت ما تنمي ايش تعبانة فيها ريجارجيتيشن فبيرجع الدم فيزيد ايش البريلود التعبئة طيب عند ريش كمان الهارت فيلير انه القلب تعبان ما بيضخ الدم كويس فبيقعد ايش البلد فيه عالي فيزيد البريلود طيب الافترلود بيش تزيد بتزيد بالهايبرتنشن والفازو كونستركشن فاذا صار عندي هايبرتنشن فيكون الفيزلز فيها فازو كونستركشن فايش يصير لازم الهارت نيد مور بريشر توفر كم البريشر اللي في البلد فيزلز عشان يضخ الدم فيحتاج ضغط زيادة طيب فاذا زاد افترلود بيكون زاد عمل القلب فيزيد الاكسيجين السابلائي فيحتاج مور بلد سابلائي يوصل لهم الكرونيري ارتي طيب كذا خلصنا من السلادة السابقة نجي هنا السكيميك هارت ديسيز السكيميك هارت ديسيز تتقسم كالاتي عندنا حاجة اسمها وعندنا كيوت كرونيري سندروم اللي هي انستابل انجينا وم اي سواء استيمي او نانستيمي وعندنا برينزميتل انجينا ودها اسمه اخرى ونشرحها فيما بعد طيب نجي عند الستابل انجينا هو ايش عبارة عن بلايك فورميشن وفيكستيناس ثابت ايش هو البلايك فورميشن عبارة عن ايش عبارة عن اثلس كروس اللي هو تصل البشرائيين كيف تصير البلايك هذي يقولك هو ديبوزيت للفاتي مثل الكولسترول والكالسيوم والفبرل تمام فعندي الان حصلي زي البلايك سادتلي جزء منيش من الكرونيري ارتري فهذا هو انتم شايفين هذا كله تقريبا صلب شرايين تراكم دهون فمضيق لمجر الدم فهذا مجر الدم نوت شايفين كيف ضيق لكن في مجر الدم فبيوصل الدم لكنه قليل للهارت هذي استابل انجانا وفيكست يعني ثابته تمام هاجمه ثابت طيب نيجي عندلك كوروني سندروم عندنا استابل انجانا وم اي اللي هو ميكاردل انجانا طيب ايش يصير في الانستابل انجانا البلايك هذي اللي هي عبارة عن فاتي او فات ايش يصير فيها يحصل لها ربشر فاذا حصل لها ربشر بعد كده تيجي ايش البلايت لت فوقها فيعمل لي بعد كده تيجي ايش ال تعمل لي ايش ثرومبس فرميشن فزي ما انتم شايفين هنا هذي البلايك يوم حصل لها ربشر وحصل البلايت لت اجرغيشن الثرومبس فرميشن زاد حجمها صح او لا لا فبالتالي ايش قلت المساحة حق البلد اللي يمشي في الكوروني ريارت اللي الواصل للهارت فبالتالي قلت دم اللي الواصل للهارت فهذا اللي بيعمل لي ايش انستابل انجانا طيب الام اي سواء استيمي او انستيمي اللي هو استي الفيشن مايقرد الانفرقشن او لن استي الفيشن مايقرد الانفرقشن هذي ايش اللي بيحصل زي نفس الانستابل انجانا اللهم الفرق انه انسيدات كامل هنا انسيدات جزئي في مساحة الدم يمشي لكن هنا لا نسد كامل الشرياء فما في دم يمشي طيب وهذه صورة توضح نفس الكلام اللي قلناه انه حصل هنا هذي البلايك تمام هذي البلايك وحصل الربش ارلاحة وحصل اللي هنا ثرومبس فسد الشرياء بالكامل فبالتالي الدم زي ما انتم شايفين من السهم بيجي بيمشي ما بيقدر فبيرجع فما في دم واصل الى ايش للمنطقة معينة من الهارت فهذه الصورة توضح هنا الانستاد اللي هو الاصفر هذا انستاد كامل فبالتالي المنطقة هذي اللي بيجذيها هذا الكرونيري ارتي ما بيصر هدم فحصل اسكيميا طيح نيجي عند البلونزميتا الانجاينا والاسم الاخر لها فازو سباستيك انجينا طيح عبارة عن ايش؟ عبارة عن كرونيري سبازم فالكرونيري الارتي يحصل اسبازم فيقل البلد السابلاي هذا هو السبازم تمام؟ فيقل البلد السابلاي للهارت وهذه ترانزيينت يعني تجي وتروح ما هي ثابته و فيقل البلد السابلاي ويعمل ليش الاعراض حقته الاسكيميا اللي هي شس بين والى الاخر وبيقول لكم ممكن تجي اترست طيح ممتاز نروح للسلايد اللي بعدها ليش انا بعالج الاسكيميك هارديسيز الهدف عندنا ثلاث اهداف الهدف الاول اعمل بلنس بين مايوكارديوكسوجين سبلاي والديماند هذي تحدث عن طريق ايش؟ عن طريق اللي هو انت انجاع لها درق مثل ليش؟ فازوديولاتر مثل النايتريت والكالسيم شانبلكر هذي كلها بتحميل فازوديولاتر والكارديك ديبريسنت اللي هو ايش؟ بيتا بلوكر بواسط البيتا بلوكر والكالسيم شانبلكر هذي بتقليلي الهارتريت فيقليلي الهارتريت فيقليلي فيقليلي الاكسجين ديماند تمام؟ طيب الهدف الثاني اللي هو ايش؟ اه بنحافظ على البيتنسي الهارتري وهذا بيحدث عن طريق ايش؟ عن طريق ايش؟ بالأدوية هذي اللي هي انتي بليتلت انتي كواغوليشن والثرومبوليتيك طيب ثرومبوليتيك هشتركها تحت فانخليه هذا حين طيب عندنا الهدف الثالث ايدنتفاي ان تريت الميجور ريسك فاكتور عشان ما يحصل لي أثرسكولوروسي زيادة ولا يحصل لي كلوت فورميشن وسكيميك هارديسيز وممكن تدخلي في اماعي فعشان نمنع هذي الشي او نقلل فنصة حدوثه نقلل الرسك فاكتور طيب كيف نقلل الرسك فاكتور؟ اديوكيشن نعلمه في الهيستوري وكيف بيحمي نفسه سواء من دايت رياضة ويت لوس الى اخيرة والادوية ينتظم عليها والاكسرزايز عشان الويت لوس وعندنا الدايت وديابيتس كنترول لان الدايابيتس معروف انه انكليس الاثرسكولوروسيس فيسرع عملية الاثرسكولوروسي الديابيتس فلازم ينتظم على الادوية ويحافظ على السكر الدم عنده اللي هو المقلبين تراكمي طيب بعدين عندنا يش كاردياك ويقع 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 التدخين ويقع 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 للرسك فاكتور ليش ويقع طيب هذي السلايدة نفس اللي شرحناها أول قولنا لك الاكسيجين ديماند و الاكسيجين سابلاي لكن هنا نضيف لنا الأدوية فمثلا يقول لك الهارت ريت والكونتراكتور تقل عن طريق عن الأدوية اللي هو كاردياك اللي هي مثل البيتر بلوكر والكالسيوم شعر بلوكر هذي كلها بتقليلي الهارت ريت وتقليلي الكونتراكشي فيقع الاكسيجين ديماند فاحتاج بلد سابلاي فالبلد سابلاي القليل هذي وصلني فحيكون كفائلية لأن الاكسيجين ديماند قلت عندي طيب البريلود و الافترلود كيف بتقل؟ بتقل عن طريق الفازو ديوليتر مثليش النايتريت والكالسيوم شعر بلوكر فإذا قلوا يقل الأكسيجين ديماند فيقل حاجتي للأكسيجين سابلاي فحتى لو وصلني دم قليل من الكرونير آرتي هذي اللي فيه تضيق أو تصل بشرايين هيكون كافلية ممتاز طيب الأكسيجين سابلاي نجي هنا الكرونير بلد فلو كيف بيزيد عن طريق الفازو ديوليتر عشان بالوسع الشريان يعني عشان بيوصل دم بصورة أكبر مثل النايتريت والكالسيوم شعر بلوكر كلها تعملي فازو ديوليشن فيزيد الدم الواصل للهارت وهذا بيقللي الإسكيميك إسكيميتو ذا هارت طيب وعنده الكوسترول اللورنج ثيرابي مثل الستتن اللي قلناها وثرومبلوتيك عشان نشيل الكلوت اللي حصلت فيه في الكرونيري آرتري زي حالته قلنا اللي هو مايقرد العفاكش طيب نيجي عند ال انتيجان هدرك هذي كانت مقدمة الآن نبدأ في الأدوية طيب نيجي عند النايتريت أول حاجة طيب الميكانيزم افاكش طيب النايتريت كي إش يسوي بيزود لي النايتريك اوكسايد النايتريك اوكسايد يعمل لي خطوات في النحاية حينتج ليش فازو ديلاتيشن هذا هو المهم فاذا عمل لي فازو ديلاتيشن هنجي هين Time يعمل ليブرفرال فازو دايلاتيشن و theorem فطيب ا 그래서 ماي سيحدث هيحصل هيحصل في الدم اللي بيعب بي witches لان فيه الاوعي دموي توسعت فالضخ يخف تمام لان ايو الضخ بيقل الضخ اللي هو السرعة تتدفق بتقل تمام فيقل لل بري لود فا يقل للضغط عليهش على ال والف ذا هارت بالتالي حيقل ليش الاكسيجين ديماند وهذا يقل اللي يحس اللي إيش المايوكارديال بير فيوجين طيب إيش كمان يسوي اللي بيقل اللي الأفترلود اللي هو في الأورطة فبالتالي الهارت بيبذل مجهود أخف أو أقل عشان يضخ الدم في البلد فزيلس خاص اللي هو الأورطة فبالتالي إيش المايوكارديال اكسيشين ديماند بيقل وقلنا هنا الدكريسي بريلود اللي قبل يحس اللي إيش المايوكارديال بير فيوجين طيب نيجي عند الكوروناري داياليش اللي هو اللي بيغذل الهارت بما أنه حصل فيه فازو داياليشن إيش هيصير؟ هيوصل الدم بشكل أكبر فيحس اللي إيش المايوكارديال بير فيوجين أخذو خلص كذا تقريبا إيش والهنا الأنجاين البين ريليف كيف بيروح الألم عن ضريق البريلود بيقل فبالتالي الهارت تينشين أو الضغط اللي داخل الهارت بيقل فالهارت سايز بيقل فالأكسيشين ديماند بيقل فبيقل ليش؟ أو بيخف الألم طيب ممتاز هذه أخذنا الميكانيزم أفاكشي وكيف يشتغل وكيف بيخف الألم هذه تقريبا اللي هنا نفس اللي قلناه في اللي فوق فأخذو قراءة فنجا عند إيش؟ عند الأكيوت يوز للنيتريت اللي هو نيتروجليسرين بيعمل عن إيش؟ بيعمل عن إيش؟ إيش هو الفريس باس ميتابوليزم؟ اللي هو هنا يقول لك إنه هو إيش؟ باختصار عبارة عند حين لما نأخذ الدواء أورالي تمام؟ فإنه فين يروح؟ يروح للجي آي اللي هو غاستر انتستاني بعد كده يروح للليفر الليفر يحصل فيه إيش؟ ميتابوليزم فيقل تركيز الدواء الواصل للدم بسبب إيش؟ الميتابوليزم اللي حصلت للدواء هذا فمثلاً أعطيت كمية معينة مثلاً نظروا كده مثال أعطيت 100 ميلي جرام من دواء معين تمام؟ أخذوا أورال فبالتالي يمتص يروح للمعيدة بعد كده من الجي آي بروح للليفر يحصل للميتابوليزم ويوصل بعدين إيش؟ للبلد اللي هو السيستيميك سيركليشن فمثلاً بدء المكان مية صار وصل للدميش خمسين تمام؟ فأقل كمية الدواء الواصلة للسيستيميك سيركليشن فهذا هو إيش؟ الفلسطباس متوبوليزم طيب النيتروغليسرين كيف يستخدم؟ يستخدم سابلينجول تحت اللسال وزي ما انتم شايفين هنا هنا دوريشن فاكشن فقلنا السابلينجول النيتروغليسرين ياخد دقيقتين عشان يشتغل ومدة شغله 25 دقيقة اللي هو دوريشن فاكشن النيتروغليسرين طيب وفي منه انترافينس انفوجة يستخدم ليش؟ أنا نستبدل عن جانب طيب البروفيلاكسس يستخدم كبروفيلاكسس اللي هو بالتالي مثلا واحد يسوي اكسيرشن مثلا بيسوي رياضة بيسوي اي مجهود ممكن ياخذ حبة النيتروغليسرين عشان يش تعمل له فازو ديليشن في الكرونيري فيزيد بلد سبلاي فبالتالي ما تظهر للعراف اللي هي الشستبير طيب برضو البروفيلاكتكيوز للنيتريت فيه اللي هو هنا قلنا نوع الـ iso-sorbide mononitrate وعندنا اللي هنا الـ iso-sorbide dinitrate طيب هذا بيقول انه long duration of action شوفوا هنا بيشتغل 12 ساعة طيب ومش كمان وابل تو افويد الفرست باس افكت اللي هو بيقيل تركيزه قبل ما يوصل فهذا لا بيوصل بكمية اعلى وبيأخذ أورالي وفيه يقول لنا هنا المعلومة ايش ديرمال باتش انه ايش برولونجة البروفيلاكسيس فيقلل لي الـ frequency of attack of angina فهنا هذي الديرمال اه بيشتغل كم ثمانية الى 14 ساعة طيب نجي عند السايد افكت للنيتريت عندنا السايد افكت منها الأورثوستيتيك حيبوتنشي لما بيوقف المريض تمام تمام او يغير وضعيته من مسدح الجالس او يوقف من الجلوس يحس بداخل هذا بسبب ايش بسبب ان النيتريت يكون ايش يعمل 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 فهذا حصل فازو دايلاتيشن والمريض غير وضعيته وما حصل رفليكس تاكيكارديا او فازنكستريكشن فهذا حين عندي ايش الاوعية متوسعة لكن ما حصل رفليكس تاكيكارديا وحشرحها هنا ايش هي اللي هو يزيد الهارت ريت بسبب الفازو دايلاتيشن او حصل فازنكستريكشن فبالتالي اللي عندي الاوعية الدموية متوسعة فالقل بنت سبلاي للبراين فيحصل لي ايش اه زي الدوخة اللي هو دي كريس اللي فلوف كنشمس كمام فحنا زي ما قلنا اندرستاندنج فالنيتريت اصلا نعمل يفازو دايلاتيشن وحنا ما حصل لي انسفشنت كونتر ريجوليشن اللي هو رفليكس تاكيكارديا ما حصلت فبالتالي يحصل لي دي كريس البلد سبلاي للبراين اللي هو الهايبوتنشن فيقيل السريبرال بير فيوجين اللي هو الهايبوتنشن فيقيل اللي فلوف كنشمس فحس بدوخة الفيزيكاليكزام عن ضريق ايش هنا بيقول لنا change from sopine or seated position to standing position فيكون المريض منسدح او جالس بعد كذا يوقف نقيسها ليش الاستيلك blood pressure اذا كان نقص اكثر من 20% او الاستيلك نقص اكثر من 10% من يوم ما كان هو جالس هنا ايش اقول هذي فانقيسها هو جالس وانقيسها لما يوقف ونشوف لو قل اكثر من 20% في السيستوليك او اكثر من 10% في الديستوليك اقول لنا هذا المريض عنده orthostatic hypotension تمام واصل المريض بيقول لك انا يوم ما اوقف بحس بدوخة تمام فهذه هي هذه side effect ليش من النايتريت لانا قلنا النايتريت بيعمل لي فازو ديليشن فلو عيد دموية كله متوسعة و لو ما حصل رفليكس تاككارديا او فازو كستريكشن فيش هي يقل الدم الواصل للبريل فهيحصل ليش وممكن يدوخ المريض تمام طيب الريفليكس تاككارديا تحصل كside effect للنايتريت قلناها بسبب الفازو ديليشن يحصل الهارت يعوض فيزيد نبضات القلب عشان يزيد البلد سبلاي كمية الدبل متدفقة فهو هنا يقول لنا ديكريس سيكندري تو ديكريس البلد بريشر استيميليت اللي هو البرو ريسيبتور حق السيمبيثاتيك عشان يزيد ليش الهارتريت فعشان فازو ديليشن فعندي ضغط الدم حصل له هايبوتنشن فالهارتريت يعمل انكريس في نبضات القلب عشان يعوضيش الهايبوتنشن هذا فاسمه رفليكس تيكاكارديا ليك ردة فعل بسبب توسع الاوعي الدموية ردة فعل ازيديش نبضات القلب طيب الثورنج هدك ايش هو عبارة بحس الصداع فيقولك حس زي النبض صداع و نعبض بحس زي النبض في رأسه بسبب ايش قلنا فازو ديليش من النيتريت في يحصل فازو ديليش في الانترا كرينيا الارتري فهذا يزود لي البلود فلو في السريبرا فهذا هو يسوي لي ايش فروبنك هيدك طيب الفلاشنك هذي صورتها هذا الشخص ما عنده فلاشنك وهذا الشخص ايش عنده فلاشنك اللي هو يحمر وجهه وجسمه بسبب ايش قلنا فازو ديليش عندنا فيعمل لي ايش فيحمر وجهه وممكن جسمه طيب كده خلصنا الحمد لله النيتريت نجي الآن عند البيتا بلوكر طيب البيتا بلوكر تنقسم قسمين عندنا نسيلكتف وقارديو سيلكتف النسيلكتف بتشتغل على ايش البيتا 1 والبيتا 2 ريسيبتور البيتا 1 موجودة وين موجودة في الهارت البيتا 2 وين موجودة موجودة في اللنق فبالتالي النسيلكتف بيتا بلوكر ما نعطيها في حالة مثلا زي هنا ما نعطيها اذا مريض كان عنده ايش ازمة هذي كنتر اندكيشن حنقولها تحت ليش ما نعطيه لان قلنا البيتا 2 موجود فين في اللنق فانا لو اعطيته بيتا بلوكر حيعمل لي برونكو كونسيكشن فضيق القصبات الهوية فيحصل له ازمة اكسيسيرباشن فهذه هي فانا ما اعطيه مريض عنده ازمة نسيلكتف فنستخدم دائما ايش اللي هو الكارديو سيلكتف اللي هو يشتغل على بيتا 1 البيتا 2 ما هيشتغل عليه فلو حدت عنده ازمة وعطيته بيتا 1 البيتا 2 ما تتضرر فما حصل برونكو كونسيكشن تمام ايش هي الكارديو سيلكتف تشتغل على بيتا 1 اللي هو موجود في الهارت اللي هو الاتينولول البيسبرولول الميتابرولول والبروبرانولول اللي هو مثال على النسيلكتف ممتاز طيب الميكانيزم افو اكشن كيفي بيشتغل هو ايش انتاغونست للكتاكولامين ات بيتا ادرينيو رسيبتور فييجي فوق البيتا رسيبتور بيقفل لي انه الكتاكولامين الكاتيكولامين اللي هي مثلا ابنفرين والنوربنفرين انها تشغل على بيتا رسيبتور فيمنع ارتباطها تمام طيب فهنا الصورة هذي بيقلنا لبيتا بلوكر بيقلل ويقلل للكتاكشن فيقلل للكارديك الاوتبوت ويقلل لي البلود بريشر تمام فيقلل للكتاكشن بسبب ايش نقص الهارت ريت والكنتراكشن فالمجهود اللي بيعمل القلب قل فبالتالي انا احتاج دم اقل فالكتاكشن بيقل والبلد سبلها حتى لو كان قليل انا عندي اكتاكشن قليلة فبالتالي حتكفي حيكون في زيل شوية البنفس تمام هي الصالفة تعتمد على البلنس اللي اعتمدنا بين ايش الاكسجن الديماند والاكسجن الديماند والاكسجن الديماند طي الكلينكاليوزز البيتا بلوكر يقول لك انه في علاج ايش للستابل عنجينة والبروفلاكسس برضو ايش للستابل عنجينة مونتاز طي بيستخدم ايش يقول لك بيستخدم لكل المرضى اللي عندهم مسكيميك هر دي سيز if there are no كونتر اندكيشن كونتر اندكيشن هنشرحها بتاحت طيب يستخدم برضو للهارت فيلير بيش يفين على الهارت فيلير القلب ما بيضخ وأنا عطيبية بلوكر ليش عشان أبقى للي الهارت ريت فبالتالي القلب بياخذ وقته انه يتعبى دم زيادة عشان يضخلي بعدين فهذا هو الحدف منها برضو بيستخدم في الاريثميا في الهيبر تنشن والثيروتكسكوسيس توري ليف السيمتوز حقه الحيبر الثيروديزم اللي هي التريمر والعنكسايتي ممتاز طيب الآن نيجي عند السيد افكت للبيتا بلوكر زي ما قلنا لكم يعمل لي برونكو سبازل اللي هو برونكو ستريكشن فما بنعطي هذا خاصة نيش الننسيكتف بيتا بلوكر اللي هو بيشتغل على بيتا ون و بيتا تو اللي موجودة في اللنك ما بنعطي كنتر اندكيشن في العصمة انه نعطي إيش ننسيكتف بيتا بلوكر لانه بيش برونكو سبازل طيب اشي بيعمل لي كمان بيعمل لي برديكارديا لانه قلنا بيقلل الهارتريت لستيود هي مجموعة سيد افكت في كلمة بلوكر تمام فقلنا لبي بيعمل لي برونكو سبازل برديكارديا هذا سهل عليكم الحفق انشاء الله اللي هي عبارة ديبريشن وفتيق الو بيخفي الهايبوغليسيميا في ديابيتس مليتس فبالتالي من الكنتر انه نعطيه في الديابيتس مريض مثلا عنده هايبوغليسيميا انا ما عارف انه عنده ما حتى تظهر عليها العراض لان ايش بياخد بيتا بلوكر فهو بيخفي عراض الهايبوغليسيميا وممكن يخش اللي في الهيبوغليسيميا لاني ما عارف انه عنده هايبوغليسيميا طيب السي الكوليسترول بيزود ال LDL ويقلل ال HDL فبالتالي تزيد الريسك حق الاثرسكولوروسيس فيزيد الاسكمي وتزيد المشكلة ويعمل لي واحد طيب ال ال كانت الريكتايل اللي هو امبتنس وال اللي هو اكسيسربيت مايستينيا وال اللي هو رديس كاردياك آتبوت رديوس البلد بريشان طيب ممتاز كذا خلصنا السايد افكت الروح عنده الكنتر اندكيشن قولنا الازمة بعمل بعمل COPD ليش ما بعمل في الازمة وعشان اللهم يصلي عن النبي بعمل ليش برونكس بازم فيزيد المشكلة ما بنعطي في حالة اللي هو بلوك البراتيك تقريبا اقل من 50 ما بلعضي لانهو بيقل ليش الهارت ريت فمريض عنده هارت بلوك او البلديكارديا عنده فلو عضيته بيت بلوكر انا بزيق اقلل الهارت ريت زيادة تمام فهذا كنت رديكيشن ما بعضي ما بعضي كالسيوم تشنن بلوكر وبيت بلوكر مع بعض ليش لانهو تقريبا كلهم نفس الافكت كلها بتقلل الهارت ريت فكذا بتزيد الافكت على المريض وتسوي لي مشكلة اكبر فلو نشوف هنا ممكن يتقديل الهارت بلوك حتى اقول لكم بوث كلاسيس هاف نيكتف عن كرونيتروبك افكت فكلها تقلل الهارت ريت وال كنتراكشن اف ده هارت تمام طيب نجي ال كنتراكشن كمان اللي هي ايش الديويتس برضو هم بحط لكم نيمونيك ABCD فتحفظون هزي كذا الديويتس ليش ما بلعطي قلنا ليش ماسك الهايبو تمام طيب الهايبو تنشن برضو اذا كان سيسر اقل من ثمانين ما بلعطي واذا كان عندي ايش الرينال انسيفشنسي الكرونيك سيفير كرونيك رينال انسيفشنسي طيب البيتر بيتا بلوكر كنت رأى انديكيتد في ايش في حالة هذي كلها اسم واحد اللي هو فارينت فازو سباستيك برينزميتر الاناجينا كلها لمعنى واحد تمام اختلاف اسماء فقط فما بنعطي بيتا بلوكر ليش لن زي ما انتم شايفين الصورة هنا الالفا وان بيعمل 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 في ايش فالبلود فيزلز والبيتا بيعمل بيعمل فازو دي فبالتالي انا لو اعطيت بيتا بلوكر حقفل بيتا تو فبالتالي ما يحصل فازو دي لش فهذا حيقود شغال الحالة اللي هو الالفا ايش وان فيعمل بيعمل بيعمل في الكورونير الارتري فحيزيد الطين بلا ويقل البلود سبلاي للحرط فهذا ان ليش كونتر انديكيشن البيتا بلوكر في حالة البرينز ميتا الانجاين طيب وهنا نفس الكلام اللي قلناه بلوك بيتا تو ميدي تسمح انه الالفا وان بيعمل فازو كونتركشن لحاله تورك ان بوست يعني ما في حاجة ضده البيتا تو قفلناها فيحصر يزيد الكورونير سبازم ويقل البلود سبلاي تضحار وتزود لي المشكلة و يقل بلوك بلوك البيتا بالله نبدأ البيتا بلوك القلسيوم قلنا البيتا بلوك بلوك البيتا انجينا طبعا ايش هو الفريست لائن في البيتا الانجينا هو البيتا البيتا في علاج البيتا انجينا طيب كيف يشتغل الميكانزم اف اكشن عندنا ايش بيقفل البيتا كالسيوم انفلكس اما الكارديك سموث مصل او الفاسكرا سموث مصل ايش اللي بيقفل يدخل الكالسيوم داخل الخلايا في الكارديك اللي هو ايش النن دايهايدرو بيردين هذي كارديو سيلكتف امثل عليها ايش عند المثالين في را باميل و ديلتياز تمام ايش اللي بنقولنا تشتغل على الهارت فتقليل يدخل الكالسيوم في السيل انفلكم فبالتالي ايش تعمل لي لاني بيشتغل على الهارت يقلل لي فيقلل لي الكارديك ديماند او ايش اوكسوجين هذا ايش النن دايهايدرو بيردين اللي هو ايش بيردين اللي هو في رابي من و دلتيازم طيب يقلل لي دخول الكالسيوم برضو الكالسيوم شانب لكر في ايش في الفاسكورر في البلد فزينس ايش هو اللي هو فاسي سيلكتف اللي هو دايهايدرو بيردين مثال عليها عمله ديبين ونفي ديبين تنتهي بديبين فاذا ايش فازي السيلكتف اللي هو الديهايدرو بيردين طيب ايش هيعمل لي هذا الشي هيعمل لي قليل لي البريفرال فاسكورر رزيستنس وقليل لي البلد بريشر فبالتالي يحصل ايش فازو دايلايشن فبالتالي يزيد البلد سبلاي الواصل البريفرال فبالتالي ممتاز ممتاز فالان قلنا كالسم شانب لكر تنقسم قسمين عندنا كارديو سيلكتف وفازو سيلكتف اللي هي نان دايهايدرو بيردين مثال عليها الفيراب مل ودلتيازم وفازو سيلكتف اللي هي الديهايدرو بيردين اللي مثال عليها تنتيب ديبي اللي هو امله ديبين ولي في ديبين وكل واحد يقولن ايش تسوي طيب ميكريزم فاكشن شرحناها فوق هنا نفس الكلام اللي قلناها فوق انو اللهم صليع النبي بيقلل لي الكالسيوم انفلكس فيعمل لي فازو دايلايشن فازو دايلايشن ديكريس البلد بريشر ودكريس الكارديك مسل كنتراكشن هذي يقولن ايش هذي قالي سيديكتف فيقل برضو البلد بريشر فالديكريس اي نود برضو فيقل اللي الهارت ريت فيقل البلد بريشر ويقل ليش ال اكسجين ديماند فهذه هي و هنا نفس الكلام اللي قلناه انو عدىي هايدرو بيردين اللي هي خاصة نشرب لقر اللي تنتهي ب ديبين اللي هي املو ديبين وانف ديبين تشتغل عليش primary effect الفاسكولر النن دايهايدرو بايردين اللي هو مثل في ربي ميل وديلتيازم تشتغل primary اللي عليش على الهارت طيب ممتاز طيب تستخدم ايش calcium channel blocker بتستخدم في حالة ischemic heart disease first line في البرنز متل انجانة احفظوها هذي ممكن جيكو والcontr indication قولنا في البرنز متل انجانة اللي هو beta blocker فلا تضيعون وال second line or combination in other type of ischemic heart disease طيب فمبرضة ممكن استغل الhypertension والاريثمية تمام بس انتم ركزوا على ال ischemic heart disease عشان هوا عنوانا محاضرة مبرضة الثانية ركزوا عليها طيب side effect الفيرابا ميل ايش بيعمل لي يعمل لي يعمل لي constipation Bradycardia heart block العمل لدبين ونفي دبين بيعمل لي headache palpitation انكل اسوليك وهذه فرق بين اللي شرحنا على فوق اللي هو ال dihydro بايردين ونن dihydro بايردين وامثلتها قلنا هذي امثلتها amlodipine تنتهي بدبين شو محد تحطي لكم خطحتها للتسهيل amlodipine nicardipine nifidipine كلها philodipine كله فهذه بتعمل لي ايش افكت على systemic fast resistance بتقليل لياحة فيحصل philodaylation اما ذي بتقليلها بس يقول لي less than dihydro brydine كمام فبتشتغل على الثنين لكن بتشتغل على الكار ديك اكثر طيب افكت على contraction of the heart هذي وان ما بتأثر اللي هو dihydro brydine لانها قلنا فازل selective وتأثير على sinus node لا لانها فازل selective تأثير على f-node لا ما بتأثر على عكس ال dihydro brydine بتقلل contraction of the heart بتقلل l-se node فيقل l-heart rate بتقلل l-f-node وهذا هو الجدول كويس طيب هذا كالس مشاهدة بلقربي يشرح نفس الكلام اللي هو ال dihydro brydine اللي هو في ربي مل deltyazم بتقلل لن قلنا ايش قلنا هذي هذي card you selective صح ولا لا فبالتالي تقلل l-heart rate و يقلل l-contraction of the heart وايضا نفس الشي الفيرابي مل deltyazم تعمل على ال-fizzles لكن إيش لس ذان ال-dai hydropyridine اللي هو amlodipine و nifidipine فقلنا ايش يعمل ايش يقل ال-art ال-resistance فبالتالي ما يحصل ليش reflex t-cardia ليش ما يحصل reflex t-cardia هنا لو يعطينا الفيرابي مل deltyazم لأنه قلنا يشتغل على الحاشتين هذا يقلل l-heart rate و يقلل l-fizzles بس يصور أقل من ال-nifidipine وال-amlodipine اللي هي dihydropyridine فبالتالي إذا حصل phasodaylation هنا فإذا حصل phasodaylation ما هيحصل reflex t-cardia يزيد heart rate مثل nitrate ليش لأن أنا عندي الفيرابي مل ال-eltyazم برضو يشتغل heart ويقل heart rate فبالتالي ما بتحصل منتاز شوف يقول لك due to effect on the heart rate طيح ال-nifidipine and nitrate هذي قلنا بتشتغل كيف بتقليلي RT resistance لأنها phasodaylation فبتقليلي فتعملي reflex tachycardia لأن هذي بتشتغل بص إيش على phasals لكن heart ما عليها تأثير فال-heart تشغال كويس لكن نعمل phasodaylation فكردة تفعل بسبب phasodaylation ينخفاض الضغط فكردة تفعل من heart يعمل reflex heart طيب هنا يقول لك which medication do you think Mr.Hussan who took the lage so يقول لك here medication sublingual increase the gmb sublingual غير nitroglycerin وهنا يسأل يقول لك what is the role of the aspirin in the ischemic heart disease aspirin anti-blatelet تمام فبالتالي يعمل سيولة في الدم فبالتالي قلل لي فرصة او حدوث اللهم صلي عن النبي ال clotting في coronary artery فبالتالي ايش قلل لي احتمالية الاصابة بالMI اللي هو mycard الفاركش فهذه هو عشان الله تطور الحالة اعمل لي سيولة في الدم اللي هو مضاد للصفائح الدموية عشان لا تيجي وتتجمع فوق البليك وتعمل لي ايش كلوت acute coronary syndrome اللي يقول لك unstable انجانا والMI هذي كلها acute coronary syndrome ايش نعطيهم علاجات هنعطي حاجة اسمها اختصار اللهم صلع عن نبي والأي اللهم صلع عن نبي اللي هو anti-coagulant مثل هذي الاسبرين والكلوبيتغريل هذي anti-blatelet ما هي anti-coagulant الanti-coagulant مثلي اللي هو subcutaneous اللي هو اللهم لك رويت حبرين اللي هو مثل inoxoberine طيب الثرومبوليتكي درق مثل ايش اللي هو حاجة اسمها التي بي اي تيشو بلاس منجين اكتيفاتر فالتالي التي بي اي هذي تحول لي مثل التي بليز فالآن عندي اللهم صلع عن نبي التي بي اي اللي هو تيشو بلاس منجين اكتيفاتر تحول لي البلاس منجين الى بلاس من تمام البلاس من هذي يسوي هذا هو اللي يكسر لي الكلوت اللي حصرت فيكسر لي الجلدة تمام طيح ممتاز نيجي عندي الاس اللي هو ديازي بام وبعدين السيتي اللي هي ايش تريتمنت كمبليكيشن مثل لو حصل الكارديوكشوك او الريثمية هذي علاج ايش انستيبل انجينة ولا معي سواء استيمي استيلي مايقاردي انفاكشن او نستيمي اللي هو ايش نانستيلي مايقاردي انفاكشن طيب خلصنا من ايش من الكيوت كورينا سننوروم نيجي عندي البرنزميتر انجينة قلنا ايش الفرس لاين كالسيم شنر بلقر شوفوا هنا موجود صح ولا لا لكن هذا مكتوب ايش انفاكشن دور انجينة واحد جايه الان شست بين وعندوه برنزميتر انجينة هذي ايش نيتر غليسرين اللي هو ايش اللي هو يعمل لي فازو دياليشن في الكوريناري آردري في يزيد البلد ونعضي الاسبرين اللي هو انتي بلاتلت طيب انبتوين اتاك بريد خلاص استقر حالة الحمدلغ مورو طيبة وصرفنا على البيت هنعضي نيتريت مايكالسين شير بلقر طيب ممتاز بعدين ايش عندنا الاستابل عنجينة الاستابل عنجينة دورين اتاك نفس البرنزميتر الانجينة هنعضي نيترو غليسرين والاسبرين وبتوين اتاك هنعضي النايتريت وهنعضي الاسبرين وهنعضي اللي هو بيت بلوكر او كالسيم شنو بلوكر الاثنين ما نعضيهم مع بعض قلنا تمام واذر انتيسكيميك واخيرا اللي هو ريسك فاكتر موديفكيشن هذي مهم جدا 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 عشان مايحصل ليش اثرسكولوروس الزيادة فيقول كونترول الكوليسترول عن طريق عضي ستتين سيري تحليل وشوك الكوليسترول بعدين عضي ستتين اذا يحتاج والهايبرتنشن كنترول ببعا اللي هو ACE inhibitor وكنترول ديبيتس لانا قلنا ديبيتس اكسيلريت الريت اثرسكولوروس فهي بيسرع عملية الاثرسكولوروس بتحصل لمرضى السكر وسموك برضو له دور فنقول لك تدخين وننصحه انه اش يعمل اكسرسايز ويت لوس وينتظم على دوية وهذا هو هذا ما عندي وان شاء الله كل شي واضح اذا في اي سؤال بمكانكم تسألوني وبالتوفيق ان شاء الله للجميع السلام عليكم